اشتركوا في القناة نهج مبتكر وأفكار خلاقة رسمها مجموعة من الشباب المبتكر والمختص في مجال الهندسة الكيميائية من خلال مسابقة شرق أوسطية تستضيفها مملكة البحرين للسنة الثانية على التوالي تحفزهم على ابتكار سيارة تعمل بالطاقة الكيميائية يتنافس فيها أربع جامعات برعاية الشركة القابضة للنفط والغاز الفعالية هذه هي مسابقة بين خمس جامعات في السيارات الكيميائية القصد منها استغطاب طلبة الجامعة في مجال الهندسة الكيميائية وتسابقون سيارات خاصة هي مسابقة يتم تنظيمها من قبل الجمعية الأمريكية لمهندسين كيميائيين والفرصة أن تعريف الطلبة في الجامعات هذه بالقطاع الصناعي البترولي والبتروكيميائي وإلى آخره نحن نتكلم عن هذه المسابقات هذه المسابقات مهمة جدا ليس الآن في أهمية من حيفوز ولكن الأهمية لبناء جيل يعي إيش معنى البحث العلمي نحن نحاول نعلمهم اليوم هنا كيف يسووا بحث كيف يستطيعوا أنهم يسووا منتج نهائي يحل مشكلة موجودة من أشياء بسيطة هما بيستخدموها فالهدف من المسابقات هذه هي تطوير التفكير عند شبابنا عند أبنائنا في الخليج الشباب اللي بيشتغلوا في عالمنا العربي كيف أنهم يستطيعوا يخلقوا شيء من لا شيء بنحاول نفاهمهم أنه أنت بنفسك مع فريق عمل بسيط تستطيع عمل بطارية تستطيع عمل سيارة تستطيع أن هذه السيارة توصلها بالتارجت اللي أنت تبغى سواء الديستنس أو التايب فهذه الأفكار الصغيرة منها تستطيع أنك تنشئ عندهم شيء في تفكيرهم كيف يستطيع أن يفكروا بطريقة علمية صحيحة كيف أنهم يصلوا إلى مثل هذا المنتج اللي يساعدهم إن شاء الله في المستقبل إلى اختراعات أكبر استغطابوا هذا النوع الفريد من الفعاليات إلى الشرق الأوسط وفي مملكة البحرين تحديداً يلهب حماسة الطلاب للمشاركة ويدفعهم إلى البحث عن المزيد من الابتكارات التي من شأنها أن ترتقي بالأجيال الحالية والقادمة وتشجعهم على الابتكار وتعزيز القيمة الفكرية لتحقيق أفضل درجة نمو متكامل في قطاع العمليات في المنطقة هذه المسابقات تفتح أفاق الطلاب لأنهم في هذه المسابقات يطبقوا ما درسوه لإنتاج سيارة صغيرة بالمشاركات المحلية يكتسبوا الخبرة التي تؤهلهم إلى المسابقات العالمية المشاركون في هذه المسابقة أجمعوا على أنها تمدهم بالخبرات اللازمة وتؤهلهم للولوج إلى عالم الابتكارة ومنافسة شباب العالم خذينا الجواز الثلاث كلها هذه المسابقات تطور الإبداع وتطور روح العمل الجماعي لأنه زي ما قلت قبل أن هذه السيارة ليست إنتاج شخص واحد فقط إنما هي إنتاج فريق كامل نحن هذه أول سنة لقلنا منجي على هيك مؤتمر شامل متكامل وبيساعدنا أنه نحن نطوي قدراتنا ومش بس النظريات اللي مناخدها بالجامعة أنه نكتفي فيها بينما أنه نبني عليها ونحن نعمل بناء شامل متكامل لسيارة بتقود بطريقة سليمة تواجدنا هنا ولقاءنا بزملاءنا من جامعات أخرى من دول مختلفة أضاف إلى خبراتنا وكان لقاء مثمر وممكن نتعلم منهم لنضيف لخبراتنا هذه المسابقة فتحت أمام المشاركين أفاقا رحبة ليخرجوا طاقاتهم الدفينة التي تعتبر حصيلة السنوات الدراسية التي قضوها في تخصص الهندسة الكيميائية خولة لقرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين